ينضم إلينا الآن في الستوديو عبدالفتاح فيه في قناة الجزيرة أهلا بك عبدالفتاح مرحبا أخر ما سجل في هذا الملف من تطورات التطورات متتالية في الحقيقة محمد يعني بعد محاولات التحقق وتعقب الجناة يتعلن عن إغلاق عدد من الشوارع في منطقة مصر الجديدة وتحديدا حي النزهة حيث وقع الحادث في محاولة لتعقب من قالت إنهم من قاموا بتفجير هذه السيارة وعمل كاردونات أمنية صيادهم وفقا للمصادر الأمنية الأمر الآخر على المستوى الرسمي رئاسة الجمهورية أصدرت بيانا نعت فيه النائب العام هشام بركات وهددت وتوعدت بأن تقتص من قتلته وفقا للجمهورية كذلك تم الإعلان رسميا عن أن يكون يوم غد إجازة رسمية وهذه الإجازة بالتأكيد ليست بمناسبة مقتل النائب العام ولكن هي في الأساس كان الهدف منها أن تكون إجازة بمناسبة يونيو ذكرى المظاهرات التي أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسي وما تلاها من أحداث بعد ذلك لكن على ما يبدو أرادت السلطات أن تعلنها في هذا اليوم أيضا لتخفيف حدة الاحتقام في الشارع ولمحاولة السيطرة المتفجر والمحتقن بقوة الآن كذلك أعلن إلغاء كافة الاحتفالات التي كانت مقررة في ذكرى ما تعتبره السلطة ثورة الثلاثين من يونيو كانت السلطة قد أعلنت عن احتفالات ضخمة وخلية مئة وتسعين ألف من رجالها لتأمين هذه الاحتفالات وفقا لبيان صدر عن وزارة الداخلية قبل ذلك وقالت أن ذلك سيتم بالتنسيق بين الجيش والشرطة لكن الآن الداخلية أعلن فرق القصوى عززت من إجراءاتها الأمنية حول منازل القضاء في إشارة إلى أن الجهاز القضائي على المصر ومنظومة العدلة هي في خطر وتحت قصف العمليات كما تصف وزارة الداخلية هذه الثورات تسير في وقت متوازي مع تحقيقات تجريها النيابة العامة النيابة العامة قامت بتفحص موقع الحادث رفع صور كاميرات المراقبة في الشارع وفي الشارع المحيطة بمنطقة الانفجار النيابة العامة تتحدث بشكل قاطع عن أن الانفجار تم بتفجير سيارة مفخخة مليئة بالمتفجرات شديدة الانفجار وأن التفجير تم عن بعد ربما هذا أول تصريح رسمي حول الألية التي حدثت في الحادث حتى الآن هناك تعديلات كبيرة في موعيد المحاكمات في جدول المحاكمات نتيجة لما ألم بالجهاز القضائي المصري في هذه الحادثة وبالنيابة العامة المصرية بالتأكيد لكن التحقيقات لا تزال تجعل كبيرة جدا سواء من جانب القوى السياسية المعارضة للسلطة الحالية أو المؤيدة لا القوى المؤيدة بالتأكيد هي تحمل محمد جماعة الإخوان المسلمين المسئولية وتحمل المعارضين المسئولية لكن بيان محمد منتصر كان له دلالة خاصة المرة الأولى المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين يدين حادث من هذه الحوادث لكنه في الوقت الذي يحمل فيه السلطة المسئولية ويتحدث عن أن الأمور لأول مرة تخرج عن السيطرة عن نطاق السيطرة كما تعلم هناك قوة وقيادات كبيرة في جماعة الإخوان تدعو إلى السلمية كان آخرهم المرشد العام للجماعة الذي قال في رسالة مصربة من محبسه أنه لا يؤيد استهدافها لا يؤيد العنف ورغم ذلك الأمور على ما يبدو تخرج عن نطاق السيطرة هذه أول إشارة إلى أن هناك ربما العمليات الانتقام أو الثأر يمكن أن يتسع نطاقها وأن لا يستطيع أحد أو من المعارضة السيطرة عليه ترجمة نانسي قنقر